اشتركوا في القناة بتقنية الدمغ باستخدام أجهزة الليزر الأحدث في هذا المجال والتي تعمل بمصدر إشعاع بتقنية الألياف البصرية وتأتي هذه التوسعة الجديدة في إطار توجيهات وزير صناعة والتجارة والسياحة للرقي بمستوى خدمات إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة وإدخال أحدث التقنيات في مجال رقابة على تجارة وصناعة المجوهرات والمعادن الثمينة هذا وقد تم تطوير هذه الأجهزة بناء على مواصفات معينة للجهاز الرقابي في مملكة البحرين في مختبرات شركة بي أن ليزر الألمانية تعد هذه التوسعة مشاهدين خطوة تكملية للمراحل السابقة من مشروع الوزارة للخطة الخمسية 2013-2018 لتوجه نحو الدمغة النظيفة وتقليل الاعتماد على طرق الوسم اليدوية التقليدية إضافة إلى زيادة الطاقة الانتاجية الكلية للإدارة من حيث مصوغات المعادن الثمينة والمجوهرات المتداولة في السوق المحلية والأسواق الإقليمية والدولية وسيتم الاستفادة من الأجهزة الجديدة في زيادة الانتاجية وفق معايير الجودة العالمية في مجال وسم ودمغ المشغلات المعدنية الثمينة أعلنت شركة بي اف جي انترناشنال عن عزمها لإطلاق مشروع رائد بتقنيات الثروة الصناعية الرابعة اندستري فور في مشاءة الشركة في منطقة ميناء سلمان ويهدف المشروع إلى أتمتة مصانع بي اف جي انترناشنال ودمج جميع مجالات أعمالها من خلال برمجيات أساسية والتي ستقوم بتزويدها المؤسسة الشركة كيو اي او تكنولوجيز حيث سيوفر ذلك للشركة المصنعة شفافية تامة عبر سلسلة الإمداد بأكملها بدءا من العميل وحتى الموردين كما سيعمل أيضا على تحسين عملية الانتاج ويساهم كل من مجلس التنمين اقتصادية وصندوق العمل تمكين في دعم هذا المشروع الضخم وتشكل الثروة الصناعية الرابعة اندستري فور اتجاها متناميا لنظم الإلكترونية أي الأتمتة وتبادل البيانات في مجال تقنيات التصنيع حيث تستخدم الأنظمة الإلكترونية الفيزيائية وانترنت الأشياء والحوسبة السحابية والحوسبة الإدراكية من أجل خلق مصانع ذكية يمكنها الاستجابة لتغييرات على نحو فوري لتصبح بذلك أكثر فعالية وكفاءة ننتقل الآن لنتابع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية وصلنا إلى فقرة البورصة ومع إغلاقات البورصات الخليجية لهذا اليوم التي جاءت متبينة نشاهد السوق المالية السعودية التي أغلقت في المنطقة الحمراء بنزول نسبته 0.30% عدا مستوى 7094 نقطة وتصدر انخفاض مؤشر البنوك التجارية والمرافق العامة ننتقل إلى البورصة الكويتية التي أغلقت على ارتفاع بنسبة تقارب 18 نقطة المئوية عدا مستوى 6851 نقطة وذلك لقوة التداول على الأسهم المدرجة في قطاع الرعاية الصحية والنفط وأيضا الغاز ننتوجه إلى سوق مضابي للأوراق المالية الذي جاء منخفضا اليوم في تداولات اليوم عند مستوى 4566 نقطة عند مستوى 0.24 نقطة وذلك عائد لضعف تداول على أسهم قطاع البنوك التجارية بالمقابل سجل سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة قارب 17 نقطة المئوية عند مستوى 3633 نقطة لقوة التداول على مؤشر قطاع البنوك وأيضا السلاع الاستهلاكية في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا بنسبة قارب 18 نقطة المئوية عند مستوى 5024 نقطة وذلك عائد لانخفاض جميع مؤشرات البورصة العمانية بالنسبة إلى بورصتنا المحلية ومشاهدين فقد أغفلت أيضا على انخفاض عند نسبة قارب 13 نقطة المئوية عند مستوى 1327 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليون و364 ألف سهم من قيمة جمالية تجاوزت 383 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 33 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التدول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 65% من قيمة الجمالية للأسهم أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن تخصيص الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب تسع ممرات طوارئ جوية بعد موافقتها مع سلطات الطيران المدني في كل من البحرين والإمارات ومصر وذلك لتستخدمها الشركات القطرية كما هو معمول به في حالة إغلاق المجالات الجوية الإقليمية وقالت الهيئة إن هذا الإجراء يؤكد الالتزام بسلامة الملاحة الجوية العالمية وأجرت العادة أن يتم الاتفاق على ممرات طوارئ جوية بديلة بإدارة الهيئة لتسهيل الملاحة فوق البحار وتدعم السلامة الجوية حيث يأتي هذا الإجراء تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكو التي تتولى تنسيق وإدارة مثل هذه الاتفاقيات يواصل قطاع السياحة القطري خسائره على خلفية استمرار المقاطعة العربية للدوحة لدعمها للإرهاب حيث توقع محللون تراجعا حدا في عدد السياح خلال الموسم السياحي الحالي بعد أن سجل عدد السياح الذين زاروا قطر خلال عام 2016 نحو مليوني سائح ويخشى المستثمرون والعاملون في القطاع السياحي القطري من خسائر فادحة في ظل المقاطعة الراهنة وقال خبير السياحة المصري عصام علي إن استمرار المقاطعة العربية لقطر يهبط بإرادات السياحة هناك إلى مستويات متدنية مقدرا خسائر بأكثر من 70% جاء إعلان مصرف قطر المركزي عن تراجع صافي احتياطات النقد الأجنبي لديه بنحو 10 مليارات دولار في يونيو ليعكس تأثيرا واضحا على اقتصاد قطر وتكشف بيانات مصرف قطر المركزي عن تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بعشرة مليارات و400 مليون دولار في يونيو الماضي ويعني ذلك أن صافي احتياطات النقد الأجنبي في قطر تراجع بنسبة تقترب من 30% وهو أدنى مستوى له في خمسة أعوام